أولاً مرحب بكم مجلس العمال المصري الكندي السيد مؤسس رسلات نشكركم على الدعوة السيد عطال مجلس الموان زملائي وزراء السابقين السيد الساديري الكندي السيد السوفراء السيد الحضور نشكركم جميعاً على الفضور أولاً مجلس العمال من المجالس الهام مجلساً اللي تبقى كامل عبد مبين الحكومة مبين قطاع أعمال ورجال الأعمال عشان كده بدوليها أهمية كبيرة في حلقة التواصل مبين الحكومة والقطاع الخاص أنا هبدأ كلمتي ممكن أحركز على حاجتين حالي الأول كريف أو فكرة بسيطة عن العقابة المصرية الكندية بدنا أكلم على مزارة التجارة والسرعة فإحنا كنا فيه في 2015 وإحنا فيه في النهاردة وأكيد زي ما أعتزل في تحديات لسه كثيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج كبير مش هيتصلح في يوم أو في سنة الإصلاح الاقتصادي زي وزي عند بعضك إن فعش قاعد ياخد حبائي واحدة بيرف لازم الكورس كله يخلص الأبغاد المصرية الكندية لما سيادة السفير تفضل علاقات جيدة جداً ومتميزة على الناحية السياسية والاستراتيجية وأيضاً على الناحية الإنصادية وإن كان نوعاً دائماً فيه مسافة كبيرة للتحسن السفيرات الكندية في مصر في حدود 2 مليار دولار نتمنى أنها تزيد خلال الفترة القادمة تبادل في جاركا حدود 1.1 مليار دولار الصادرات المصرية في 2016 ارتفعت 35% وصلت إلى 780 مليون دولار الواردات المصرية من كندا انخفضت 25% العام الماضي وصلت إلى 250 مليون دولار فالفائط فيه الميزان التجاري في هذا الوقت لصالح مصر في حدود 530 مليون دولار نحن أملنا وأمل ومتطلق من مجلس الأعمال لأننا بنعمل على زيادة التبادل التجاري ما بين الدولتين في الانتجاهين وكذلك زيادة الإنصارات الكندية في مصر المضيح حاجة احنا بنحتاجها كثيرة وأيضا أحب أشكر الوكالة الكندية للتنمية لأن في الحقيقة بتقوم بمجهود رائع ومساعدتنا خاصة في مجال المشروعات الصغيرة ومقصدها بريادة الأعمال ويمكن حتكلم على هذه النقطة خلال الفترة لو نظرنا لـ 2015 2015 كان من العوام المصعبة جداً وكذلك 2016 لحد كبير كان عندنا نظرة فيه الأراضي الصناعية سعب الأراضي الصناعية كان فوق طاقة المصنعين وإحنا كلنا عافين ما يفعش صناعة ويفعش قصانة مالغير وفدة أراضيين مرفقة للصناع النمو الصناعي كان بالسالب في صناع كتيرين تركوا الصناع بالتجاور إلى التجارة وده اللي احنا نحن نحاول نجعه حالياً نتيجة دهنا نحن كنا في وقت ملوقات نحن ندى الدولار الأمريكي على حساب الجرين مصري ده أدى إلى مشكلة في الصناع المصرية عمد كان فيه نقص في عمر الصابع كان فيه نقص في الكهرباء كان فيه نقص في الغاز ده الصورة العامة للوضع في 2015 الحمد لله تحسن فيه أو دات مشكلة كهرباء دات مشكلة للغاز مشكلة استماع متاخد وقت وده يمكننا أن أتكلم فيه في خلال الكلمة بتاعتي فكان لازم نحن نتحط استراتيجية واضحة بحيث نمش عليها كل استراتيجية نوضعها تماماً نشرها للجميع من 2016 إلى نهاية في 2020 استراتيجية مدفعشة طرم على قلب سانة واحدة وهي جزء من برنامج الإصلاح الإصلاح للحكومة للحكومة والتي تم عرضه على مجلس نواب الموقع الصناعة أكبر عامل مؤسس في الاتصاد المصري الصناعة حالياً في حدود 17.7% من الاتصاد المصري الاتصاد المصري متنوع بشكل كبير يعني أنا أقول إن الصناعة أكبر حاجة فيه وهي 17.7% من 10 بدي فكرة عن التنوى الصناعة هي أكبر من عامل يليها الخدمات يليها الزراعة يليها السياحة والأقطاعات المختلفة إحنا هدفنا طبعاً أن ننمي الصناعة كجزء من الناتج القوم الخطة العامل اللي احنا القنارة بنت على أساسيات مغددة على أساسيات الموقع السكاني إحنا بنزيد أكبر من 2 مليون نسبة كل سنة وده واحد من العوائق الكبيرة لنمو وإصلاح معيشة المواطن المصري منذ ناردة من المجلس المترى وأنا بنتكلم على خطة النمو السكاني تبانيت أيضا على احتياجات الدولة على الميزة التنفسية للمنتج المصري وتنمية الصناعة وكذلك المتغيرات العالمية مشبوعة عن المتغيرات العالمية من ناحية بعض المحددات الخاصة بالصدرات المصرية والصدرات التغيرات في التجارة العالمية في أحنا المربوطين من هذه المنظومة لازم نحط هذا في خطتنا مدرسنا يمكننا المتغيرات وصدروا حزمة الانتقائية وتمتلك على صناعات ميزة التنفسية لأنها تشركت على كل صناعة وكذلك ما نسناش البعد المكاني من ناحية التنمية الخاصة في الهبظة أول حاجة الحسمة الحيادية التي تشتغل على كل أنواع الصناعات وتشمل أدى الشعاعات وده شرق حامل جداً الحمد لله لقد أصدرنا تخدمنا في مشروع ترخيصي صناعية تم المفعل في مجلس الوزراء وكذلك مجلس النوار وصدرت اللايحة التنفسية بتاعته هذا القانون من أهم يمكن قوانين أنه ده واحد من أكبر عواق الصناعة ومن أكبر عواق وجود القطاع بيوراسمي خاصة في المجال الصناعي هذا القانون نزل في الترخيص الصناعية من 634 يوم إلى أقل من شهر للصناعات الكبيرة وأقل من أسبوع لـ 80% من الصناعات القانون إن كانتش عايزة أشرحه أعتقد أننا نتكلم به المفليكات عليه وموجود اللايحة التنفسية بتاعته ولكن هو 80% من الصناعات بتشتغل في الإختار وتأخذ التصريح الصناعي ضحق بالإختار 20% هي الصناعات الثقيلة اللي بتحتاج بتصريح مصابق ودي هتأخذ أقل من شهر والأول مرة يمجن الحكومة تتنازل عن جزء من مسؤولياتها للبطاعة الخاص عن ضريق إن إحنا حطينا مكاتب اعتماد مؤهلة ستكون مسؤولة وهي اللي بتدي هذه الترخيص النرة كانت في 11 جهن نحن نكلم عن الجهة واحدة هي اللي بتدي هذا الترخيص لكل الصناعات عملنا شركة حدارة المناطق الصناعية عملنا قانون لولاية الأراضي الصناعية كلها تحت حية التنمية الصناعية عملنا لقانون سلامة الغزاء هذا القانون كان متوقع من 20 سنة نتيجة وجود أكثر من 17 جهة متدخل في سلامة الغزاء اللي هي اللي انشأت وليها عندها سنة في حيث أنها تدفت تعمل قطرة الترانزيشن وأقرنا أيضا قانون اسجل المستولدين اللي بيرفع البر أو الستاندرد للمستوردين الجديين بحيث نتأكد أنهم يخشش مصر السلع السليمة وتكون فيه تدريب لكل هؤلاء المصدرين المستوردين الكبار ويقول لهم أعمل داخل مصر قبل البدء في الاستناث من البرد نفس بقى عشان نقدم ننفذ هذه الكلامة نشأت هياة الهيئات دي كان هدفها أو واجبها أن تنفس هذا التغيير الكبير اللي احنا نعملو فيه الاستراتيجية منها جهاز تنمية المشروعات السليلة بالتوسطة وده واحد مثل الجهزة الهمة جدا هاي تنمية الصدرات احنا هي بجان الصدرات هي مستطنة متنش بيها هي واحدة تتركز على الصدرات ومسؤولة على الصدرات تم إنشاء هذه الهيئة وليها جهازة حاليا وحطت لها استراتيجيات ممكن هكلم عليها خلال الخوفة القادمة ننشأتنا هايلة لتقوم بدمية المثلث الزهدي ده واحد من المشروعات القومية دائما هم نحاول أكد على مشكلة اللي احنا فيها حاليا لكن لازم اتدي وقته في نفس الوقت بالنص على المدى الطويل المشروع ضايف جينج تنفيزه يأخذ أكثر من ثلاثين سنة كل فترة لمدة خمس سنوات الاستثمارات المتوقعة لأنه حوالي 18 مليار دولار ده بيشمل حوالي 10% من مساحة مصر ويكون عامل مؤسس جدا لتنمية الصعيد المصري ويعمل على التعديم والصناعة التعديمية والزراعة والصناعة الزراعية والسياحة تم إنشاء هذا الهيئة بقانون خاص ويسترمي حوالي 10% من قناة سويس حسب إنشأتنا شركات لبعض المناطس الراعيين مثل روبيكي وضميان الحزب الإضافي للقواصفية لأراضي السباحية ومعادة المتخصة الحزمة الانتقائية ممكن إحسن ركزنا على أربع صناعات ليه أربع صناعات؟ لها صناعات لما شاكين أنت فيها ميزة الروسية لمصر وبتخدم الاحتياج صناعات العالم دولي مدين لهم قوالي 60% من حاكل الصدارات المصرية ولكن لازم نوسع حاكل الصدارات على مدى الطويل عشان كده حنا نتكلم على صناعة الأساس نتكلم عن صناعة البلود ونتكلم عن صناعة الباروانيات ودي صناعة صناعة الهامة جدا وصلنا بالصلاة لأخوض هذا السيكتور أو القطاع الهامة جدا لأنه الأربع ما محتاجش كان أصلاً عاني وعندنا مهارات اللازمة مش تطوير هذا القطاع والحقية هون بدأوا فيه أنا واحدة وده رفع مجال أسبوك وده دبل التعوين التعوين طبعاً يساعدنا الشكل أرضاً فيها الهندجين سواء بتقشيد المردات وزيادة الصدارات النصف الأول من 2017 المزام جاءت حسن بحوالي 11 مليار عشر مليار نزول في الولدات ومليار في الصدارات وممكن عشر باعات أثنمان يعني تقرير كثير في أغسطس وممكن يتحسن كبير لحوالي 10 مليار دولار زيادة نحن نتحدث عن 15 مليار دولار نحن نتحدث عن عجز مزارة الدولار الذي هو الفرق بين الصدارات والوالدات في 2016 نحن نتحدث عن الهندجين ستسابع في قرب عربي وفاسيوط وممكن عديد بالنسبة لبعض المجاني هذا هو بعض المهم جدا هننام بفين وزيادة هذا تسييم المحافظات درستها إلى 3 محافظات محافظات فيها صناعة أدرأول متخدمة فديد من شرك فيها على عميق الصناعة مثل فهراء السكترية الجيزة الشرقية البروية صناعات أو محافظات فيها طعام التقتصافي تعتبت على صناعة أو اثنين لو صناعة بني تهزد فتح هذه المحافظة أو تشغيل هذه المحافظة بيكون في مشكلة دي ترامل على توسع الصناعات فيها وفي صناعات فيها تعقل اقتصادي غالبية غالبية تهزينا المحافظات الحدودية التي تحتاج تماما شابها عشان كده من المبينج ركت على الستساس من 2020 وتنبص على هذا التجامع وتنبص على هذا البعد المكاني تم عرض أهداف واضحة ماركة لعشان لدينا أعطي لها ونعمل لها ونعمل لها مؤنطر لكل فروق السنة أحنا بنتكلم على زيادة النمو الصناعات إلى 800 من سنويا ولوصلنا إلى هذا بطن يمكن هذا يبقى من أكثر 5-15 دولة في العالم من أحد النمو الصناعي إحنا حاليا أعلى ومعنا هكلم على هذه النقطة وبنكلم عن وصول الصناع إلى حوالي 21 فمية من ناتج القومي وده منتظر زيادة جيرة جدا لأن ناتج القومي يوحل بيزيد كل سنة وبنكلم عن أغلق عكس الميزاج التجاري بقوالي 50 فمية زيادة المساهمة القطاع الخاص ومشاعة صغيرة متوصلة لنسبة 10 فمية ولو عملتها زيادة جورو حنا ده نوصفين حوالي 5 مليون بورسة عمل زي ما زكرت إحنا نشتغل هذه الهدفة في سنة 22 وعشرين ونسبة لا إحنا نرأي بها كل تروبة سنة محاولة أعمل الخانسة اللي احنا بنشتغل عليه هم هم خفز محاول تنميس صغيرة وشعر صغيرة وصدة التلقابة الخارجية التدريب الفاني والمهني والحكمة أو الهدفة دورة الخمس محاولة تنمي نكلم عن المهور الأول وهو مهور التنميس صغيرة وفي الحياة وفيها جيدة طيب عشان الوقت تحكلم عن الحكاة الهمة طرح الأراضي صغيرة دي إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة لأننا سكتيف صناعة عزين فالأراضي مكانش فيه أراضي كافية لأسباب أو الأخرى زي ما سعرها كان غير خلال السنة الماضيين كانت راحنا 16 مليون متر مربع ده يقارن ب 9.5 مليون متر مربع من سنة 2007 إلى 2015 يعني في خلال السنة المص فرحنا أكتر من أو يمكن أربو ده بدأتنا تنقب في التسع سنوات الماضية الشيء الكميل أنه برغم من هذا الرخم الكبير إلى أنه طلب أكتر من الأرض ودي حاجة جميلة ومحمودة معنى كده أنه بي طلب كبير على الصناعة وإحنا أجبنا كده بغى أننا نعفر هذه الأرضي المرفاقة عشان نأخر صناعة تدي تاني وخاصة أن الصناعة تأخبت من أهد البلد المشوق الثاني بدأنا نتاج إلى تجمعات الصناعية المتخصصة والمتكاملة دائما إحنا بدأنا عشوائيات في الإسكان وهنا بدأنا عشوائية الصناعة عشوائيتي ظهرت بوبرتايل الوحنة منها الروبيكي هذا المشروع أول مشروع من مشاريع التوظمية الهامة جدا المشروع ذلك أول قرارش صدر ليه في سنة 1990 ودائما التحرق فيه فيه أكثر من مرة إحنا خدنا عطاقنا هنا لازم نتحرك وننقل صناعة الجلود صناعة من الصناعة الهامة جدا اللي نشأت عشوائية في حد اسمها مجرى الأيون ودي مبادة صيحية والي هي أثار بيئية وصارة اجتماعية وصارة اقتصادية إحنا حاليا بننقل هذه الصناعة إلى قد أقول واحد من أحسن التجمعات وأكبر تجمعات المنتجاملة اللي حكومة موجودة فيه مش فقط في مصر إن في مصر مش أخلاق صدر بيئية المجامعة ده مجامعة كبيرة جدا المرحلة الليلة بتاعته انتهت وبنشتغل فيه طرفيق المرحلة الثانية حاليا فيه أكثر من 18 مصر نشتغلوا فيه تروبيكي بدلا نشتغل بتاعت بالسطر طب هل إيه الفكرة أنه مش بنحنين الناس من هنا إلى هنا لا إنه البوجوده كمورة الليلون قد منظر عن الآخر بيئي الكبير فيه عضر صناعي إنه الناس مش قادرة تتوسع الأجهزة الموجودة هناك أجهزة أخادمة الأماكن مهاش كبيرة إحنا وفارنا لكل الصناعة اللي هناك أماكن أكبر كتير للتوسع عشان كده يكون أغلب الصناعة اللي هناك لأغلب بيه الماكينات كثيرة عملنا أكبر مركز تبنولوجي موجود لخدمة المصنعين لذلك الصناعة إليها أجهزات كثيرة بشكل صعب يبقى عنده قدرة إنه بقى عندهم هذه الأجهزات فبنقدر مفرروا الصناعات التكاملية الخاصة بيه ثالثة فيه زيادة أرن دي سلطة أو مركز أبقى سلطة لساعد الصناعة اللي زيادة صدرته وفيه أكبر مخاطر الصناعي يمكن أعلى 250 فردان وده ترمي المياه على غابة شجارية تستعمل لنمو الأخشاب إلي أن تستعمل فيه صناعة الأساس فده مشروع كبير جدا ده ملوك مش سهل نتيجة ظروف قانونية موجودة فيه الجزء العشوائي الخاص بالمعجرة الآيط بنعمل كمان مدينة قومياط الأساس وده هتفضل من كل صناعة الأساس وده ممكن تعمل قريصة قومياط الأساس في مصر بالتأكفي السوق محلي يصدق 250 مليون سلوات نحن نعمل على زيادة هذه الصدرات كلا مليار نحن بدأت نطرح هذه المصارع المصريرة يمكن أن يكون فيها 3550 مصر صرير زي المصارع الكبيرة أمر طرحها الأزمور الماضي وحنين بناء شغل وراح نشوف تساعد أفتاح سلطريسة ووضع هكا الأساس من ميد سيادة الرئيس من حوالي 3 شهور برضو فيها أكبر رسماتك استكتولوجي بصناعة الأساس فيها صوت مقارض فيها كوتلات ونقلم على مدينة صدعية في المعنى المفهوم تالي حنا نفعل نفسنا عمالنا كبان مدينة صدعية للعزم ونسيق في مدينة بدل تدخلها بمجمعات صغيرة وعملنا مجمع مرجع من البلاستيك السكترية تدخلنا تسليم الصناع ويمكن أول مصنع تبدأ يشتغل بالحوالي صناعية هنا الأسجاه اللي هنعمله هدفنا نحن نصل إلى حوالي 2 وشهور مجمع على عشرين عشرين ولكن أهلا بدأناه ونحن نتكلم على حالية أربعة مجمعات واضحة ناس أبدا عملنا مبادرة المصادحة جاهزة بطرخصة ليه عملنا هذه المبادرة حقا للفترة نحن نبدأ بدي هذه المصادحة ونسلم الصناع ودي عادةً لي الصناعات الصغيرة هدفها أنه في خلال عشر شهور من ساعة التعبق مع هلصانة بسلم صناعه جاهز بحط مكان يعني بدأوا بالعفل بدأوا بالمكان عشر شهور جاهز بحط مكانه ويبتدي يشتغل أبو مجمع يفلس في خلال شهرين من الآن في مدينة السادات السادات عم تنطيع حوالي مدينة ستة التسايمة ومن المجمع في بدر ومن المجمع في أبو الشعي وكذلك هدفه دخول هذه الصناعات بشكل كبير أو بسرعة في الأصدقاء الحاجة الثانية والحاجة المهمة جدا أن هذه التجمعات عمولة داخل مناطق صناعية كبيرة لأننا نريد أن نرى فإننا نريد أن نتصر صناعات المغزية لصناعات الكبيرة مجمع غاز ونسيق معمولة مساحة مليون متفى في بدر داخله هذا المجمع الذي يعمل كل صناعات المغزية إلى صناعات غاز ونسيق ونسيق خريطة الإستثمار واحدة من المجمعات المهمة جدا في المجمع التي تتجاوط على سؤال بواحدة أن استثمت أدرس بخير موسيقى عملنا فريق عامل من 30 لاحس نزلوا عمل ونسح لكل المناطق الإسرائية الموجودة والآخر الصعيف خلص خلية آخر 17 مقافة موجودين على الكوب سايد بتاع المزارة بيدرس كل مصنع موجود في هذه المناطق الإسرائية إنتاج ومخرجاتها وكوسات تسويها بحيث نظام التكامل سواء داخل موطة الصعية أو داخل محاصص أو على مستوى مصر طبعا نشتغلنا في حاجات أخرى منها التسعة عاصل العمي مثل الاتصال الأخضر من ناحية توقفير الدافة أو الواسط أو الواسط أو الواسط السنة اللي فاتت بتاع المصارق للفرصة الأعمالة أقلنا عن داخل موطين أكبر لكن لو قرنا 1500 مصر بسانة بمقاربة المقطاع أو المطاوص الحواري جنوجة عام 7 المصارق تسع سنين. فاحنا بقى نتكلم في هدود ضعف هذا المنطقة. الحاجة اللي ممكن بتطبيعني عكتر انه بغض نظر الفتح هذه المصارع تم الموافقة على توقع السعاد المصارع جديدة بقى اكتب من خمس تلاف مصارع. دور بقوالي استكسمرات مية وخمسين مليار تعملوا جديد وخمسين الف كورس عمل فهذه المصارع هتبتدي تخش فيه منظومة الاقتصاد الكرومي السنكاية 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 تغير اللي احنا وفقنا عليه السنكاية في وفقنا على اكتر بقى المصارع المصارع الجديدة. فالكام دولار في الاتجاه الماشي في الاتجاه التسعاد. طيب النموص ما اي شكل بيه? ده برضو حاجة اه مهم جدا. امكين ذكرت المصارع كان سابقا امكين وخمسطرش. انا عبدالا بصفة لتخير الفاكه الدولي. اه ابريل الفين وستعش كان بالسال ميمس سبعة عشر في المائة. يونيور الفين وسبعة عشر زائد سبعة عشر في المائة. فانتكلم عن فاك اربعة عربعين اه في المائة. الايكوروست في الاسبوع الماضي او يبقى هزيني الاولى والتخير بتحق. اه مصر الموصنة فيها تلاتة تلاتين في المائة. في خلال هزي الفترة تقربها على دولة فاعلة. يلينا سنجهورة. يليها اليدنام. والحمد لله اسمان فادق تتحرك كتير اه الاتجاه اه الاسبوعوش هستمر على تلاتة والتلاتين. لكن كان فيه قادر اول فاكيو هو ده اول منام في ده هذه الفترة. المائة والتاني هو اه المشوعة الصغيرة والمواصلة. زي ما نقول دي ممكن حرماش كتب كانة الكندين كانوا جدا مائة. كانوا جدا مائة. كانوا شريط ترعيسي معا في هزا المائة والتحقين. احنا انشاءنا اول مرة جهاز تنبه المشوعة صريعة اه والمفوسطة وريادة العمال. ضمنها لها اجزائر من مركز الحديث الصناعي و الائي دي سي مركز التدريب الصناعي. فحيس نطب ندي خدمات في هزا القطاع الهام جدا. اللي يمكن بيصدر على طب من اه اه ثمانين في المائة من اه اقتصادنا. من اول درس تجاوة الى التمويل الى التدريب اه الى الاستراضة. السنة اللي فادت اه الجهاز ممكن مويل اكتر اه بحوالي سابع قليار جديد. دلتين هذا المبلغ رايح الى المايكرو الصغيرة والدلت رايح الى صناعات اه في الصغيرة. ده ساعت فيه بداية فقط من 244000 مشروع. منهم من ان المشروع الرسمي. اه دول ما حولوا الى اه الاخطاع اه الرسمي. ووفوا حوالي هو ومائة وخمسين اه اه فورسة اه العامل. اه انا بوقف منستهدف تدريب من من اه اكتم في عشر اه آ الف شاشة من ارواد الاعمال وداه مشروع بشايفنا في الهيه كالا بخادرية للتنمية. وراهب الجديدة للشباب واللي ممكن بعد كده تبقى مشاريع كبيرة. عمال المساعدات لتدوير المخلقات الصناعية في ستة كوبر وعشر من ربضان وربط هذه الصناعات واحد. النهارة عندنا ممكن بدناها للفعالي تدوية اعتبر العربعين طاغط طرع عمالهم عشر من شعار شجال الحالية. برنامج كان نركز على حوالي مية وخمسين سيدة لتحسين الأعمال بتاعتهم ورحت منهم بحسات التسويق في ألمانيا. جرية بيجت مشروع من المشروعات اللي بينامي الصناعات الحركية وكذلك بيدلهم فرصة للتسويق. وحنا بيكالة ممكن برضو احترامل ستلاف آآ شاركة او عائلة مجرش لها هذا المجال كانت بشارك الاخطار جيد بس من الناس وشارك بيه الاخطار بالاسمي. المجالة الكردادية التنمية بساعدنا فيها بالستراتيجية الخاصة لهذا الخطاع وان شاء الله عزيز الاستراتيجية مطلعها قبل نهاية السنة. هيتم اعطاها المجلس الخطار والمجلس السشالي والمجلس الرماني بالغاية الفريس. وزراء هيتم تنحض السناني آآ معنى قبل ماكيه السناني. الحاجة بهذا المستشرب عليها ايضا تعدية القانون العطب ديه لسنة الفين وارباح متعدين أهم جداً لانه حالياً هذا جاز ليس مخوش الصناعة المتوسطة. فكبير هذا القانون علاقة صناعة المتوسطة. المتابعة للبوزه المهم يستمر بها أيضاً هكون فيها حوافز لي القطاع الجائل الرسمي بالضمام بذيخ طاع رسمي. الضمام مقطاع الرسمي الشيء الرسمي مش هتدم بقانون مش هتدم بشيء واحد مش هتدم بحاجات كتيرة وليس فقط قاصة بالمزارة والجهاز لكن في مزارة كتيرة تكون مشتركة المحور الثالث هو محور تنمية التجارة للخارجية وده هو حمل مناور الهم جدا القانون سهل على كسب التجارة التجارة منهم هو بسيط على الإجارات الإجارات عندنا كانت ولا زالت معقدة من ناحية الضفور وخروج كل المنتجات سواء المواد الخام أو المنتجات داما للصنع من وإلى مصر لأن في ثلاث جهات فحنا نشتغل كوزارة الأوصنع كوزارة المالية وكوزارة النبل جهت المشروع اسمه إيجي تفيد هدفه إن أنا أهل العدد أي مساندات اللازمة اللي بعدي فيها سواء الشركة أو الصنع أو ذاكر إحنا نقللنا بخلال الفترة الفانية المساندات في الاستيراد من عمال إحداشر مستند إلى ستة ومساندات الصادرات من تسعة إلى الخمسة كلنا كله يترجم إلي وقت وجود لكن إمكن أنا أتكلم على شيء المحسوس وهو عدد المساندات كاستميت للإقتصادرات عملنا استراتيجية واضحة استراتيجية عامة على مستوى العالم استراتيجية منخصصة لأفريقيا لأنه من روية نظامنا أفريقيا هي المكان اللي عدينا فيه ميزة تناكسية كبيرة تحدثت بالضبط أيها المطاعة التي نريد أن أركز عليه على كل موضوعنا في العالم وكذلك نعمل استراتيجية قطع عية سواء الصناعات الكيموية أو الصناعات الهندسية أو الصناعات البازلونسي من هنا يمكن من خطاعين وفيه أربع خطاعات حالية وعيدين من الجمهور كخلصين أفتتحنا خط ملاحي مباشر من مصر إلى كينيا أفتتحنا بتتعاون مع خطاع خاص أكسونيك أول مركز روجيستي في كينيا نحن بذلك يتكلم عن أشارك أفريقيا وبنعمل على غرض أفريقيا وهي الموطنة التي نحن بطاقين نحسن فيها بشكل أكبر من مصر أخذنا مفرارات يمكن كوزات بجارة الصناع في 2016 لتأكد من أنه المنتجات عالية الجودة هي بالسهلة العمو الصعبة هي اللي بتخش مصر عن طريق تسجيل هذه المصانع هذه المفرارات بدت إلى تحسن كبير في الميزان تجاري الخاص بمصر في 2015 كانت أسوأ عام في عكس الميزان تجاري عكس الميزان تجاري صدرتنا في أولادتنا في 2015 وصلت في حوالي 73 و 14 مليار وارادتنا انخفضت إلى 18 و 13 مليار ومعكس الميزان تجاري محبوضة بمصر 10 مليار دولار ده عكس الميزان تجاري مكامل في هذا السلوب هذه القرارات ساعدت في أنه عكس الميزان تجاري أنخفض في 2016 حوالي 8 و 10 مليار دولار منهم 8 مليار نصول في التصدرات والفاردات و 2 مليار زيادة في الصدرات كانوا عن فعلي 17 مليار نحسن في العكس الميزان تجاري في سنة 1-7 و 30 مليار كانوا عن 21 مليار دولار في سنة مصر طيب، ليه الصدرات مزادتش لنفس نسبة منزول الواردات؟ ده شيء طبيعي لأنه لو دينا قصلنا لكل قطاعات من ناحية الواردات كل قطاعات الدولة بالكامل نزف من ناحية الواردات نحن نتكلم على الملابس كحنا نزف حوالي 9 و 30 مليار المكتوشات نزف حوالي 39 مليار سلع الهندسية نزف 30 مليار الأتاس نزف 29 مليار كل قطاعات الدولة ده عمل ايه؟ ده فتح المجال بسناء المصرينات عوض الهزر المسول في الواردات وده اللي بيفاصل ليه نموم صدايا عين جدا لأنه كان زي ما قول فيه فرار كبير وده أول قطاعات كبيرة ضد 6 هذا العكس احنا حاليا بنجرس حركة اكتر على تنمية الصدرات وانترشيب الواردات الدولة بعد كده لازم نبتدي عشان نقوم برشد الواردات بشكل افضل لازم نبتدي نتخش في تعميق الصناعة لازم نبتدي نتخش في تصميع مكينات تسع تلقيق المحجم الواردات المصرية بها سلعة استثمارات خطوط إنتاج هامة بالصناعة ده صعبة جدا ترشدها في وقت سريع ده اللي هنشتغل عليه الترشيب حيبع عن طريق التعميق التعميق الصناعة نفس الوقت إن كان في خلال السنة اللي فاتت دربنا أقل من 3 300 مصدر في شركات كثيرة على أسلوب التطبيق وعلى زادة ندرش الحاجة الأسواق ويراكز على التطبيقين 3 300 وعشرين شركة في التروير وبننشع حاليا إن شاء الله هيفتتح إن شاء الله ده وشهر الجاي أكبر مركز تدريب المصدرية في ستة كتورة على كل خدمات التصديرية والتدريب للمصدرين وبنعمل منصة التفاعلية بورتر بساعد المصدرين في نيوار إيلي برسط في العالم بحجم السوق الديه بحيث ندر نركز أكدر على التصدير خلال الخطرة القدامة المحوط الرابع هو تدريب المهني وذي احنا المشتغلية على المحاول الأربعة وهم المدرس والمدرس والطالب والمهج عمالنا في تدريب في التدريب المهني من الحاجات الأهمية للأيصار إن كنت رغم أكبر من 680 مدرس وميسر أو خسالي ديتل بنعمل علينا على تطبيق أكبر من 80 من الدبيل من أكبر من 50 من درس أكبر من 80 بنية بدنا أن نضغط التدريب مع التطبيق الخاص عندنا نصاب تطبيق قد يتغل حتى في 40 من مركز تدريب منتشاريس 17 ومحوظة ويدرروا مهن مهن مهينة لأننا نخذ معنا التطبيق الخاص فالنعرض فيه مركز شركة سيارات وفي واحد من المركز بتستعمل نفس المدرسين بالعكس تطورهم ومنطور المنرك ودع حيباتي لانه معندنا دارول تواليفاي تكنيشنز بيطلاه وهي مركز اخر خاص بإسماء البلاستيك وبنعمل على التوسع بالريازر الاتجاه التنديل ناجي التجريب لواحد من المنشجيات المشترك فيها نضرب من 28 ألف متنديل بقرب التجريب لسنة المشترك وعمل تجريب أفر من 35 ألف موزيطة دي موزيطة كعليين منشطة حتياجات الشركات دي احنا بنعايد الناس وبنضربهم وبننجح بحضور مقبول مع هذه الشركات الوكالة اللي تعمل للتنمية بتشتغل معنا في مشروع في أسوار على 6 ألف متنديل في قطاعات الكهرباء وعندسة الكهربائية والطق المترجدة والإسمير الزراعي والتمريد مشروع هام جداً وحاصة في أسوار المترجد الأخير وهو الحوكمة ده واحد من الـ 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 و مرحلة الثانية سوف نقص على الهيئات المعانية منها حيث من صدراء رقابة الصدراء والمفردات والتفايل التجاية وخلالها ده فكرة بسيطة عن إحنا كنا فين وإنها فين بسه في تحديات كبيرة لسه بنعمل على زيادة الأرض الصعية الشركية سريع إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة سيتم طرح أكثر 180 مليون المدكة المربع في مدينة السادات والعيشة من رمضان أحب السعيد اليوم نوصل إلى أنه عندي أراضي كثيرة وأي واحد صنع عايز أرض ببعندي كل الأراضي اللي صنعها تحتاجها فإحنا هايا نزل لكم بنعمل بايتلاين اللي كانت فيه فراغ المفضلة كبيرة زائد طبع طعمية الصلاة وهي شيء كتير أحب أشرب كل صناعة المصريين لأنه الكلام دعونه كهذا يحصل بالنظر لنوصله إلا إلا أن صنع المصريين هما استثماره خلال الفترة هما العضو الإيمان بحجم السوق ونمو السوق أحب 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 زائد المستثمار الخارجي ونستثمار الخارجي كانت بأخذ وقت وهذا هو الوقت الذي نتعلم بالبناء هو الإعلام المستثمائي وإعلام المستثمائي وإعلام المتباعة الخاصة بشركات الموجودة في مصر يمكن أخذ الكلام بفترة نسيطة عن النتائج الخاصة في البرنامج الصعب الأقصالي ده تبع الإعلام طبعاً من الحكومة الحمد لله كل المحشرات مشية في الاتجاه للإطفاع احتياط إباك الأبكازي يمكن في صندوقات تبعين تضاعه في ستة أشهر عجز الموازن يتخفض الميزان التجاهي يتخفض بأكثر من يوصلنا إلى الخبر الـ 50 في المية ده اللي كنا نتأمله في 2020 ووصلنا له حاليا نسيطة يتخفضت من 12.8 إلى 11.9 كل المشارات أكبر الله مشى في التجاه الصح والسليم مش هيخص زيما أنا ذكرت في سنة واحدة بيستنى لها في خلال احنا كل ما نتقدم كل ما نتسبب تجلينات في الأرض والإنصاد المصري بتكل المشاكل اللي كنا نراهي فيها نمس سنة الفاتحة تحدود 34.18 أخر روبي حوالي 4.19 وده قد نقول النمو جديد يعني بشكركم على قسم الإستماع وأرجوك سيدة في آية السنة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة